يا مسائل جمال مسائل جمال عليكو كل مشاهدينا في كل مكان مسائل جمال عليكي عزيزتي المرأة في العالم كله مسائل جمال عليكي الستة المصرية الصبرة رمز المحبة والخير والسلام من آلاف السنين مسائل خير عليكو خلينا نبدأ النهاردة الحلقة بتاعتنا بخبر مهم جدا الخبر على موقع جريدة الشروع بخصوص الحكم على المتهمين في قضية المرحومة مريم أو ما نطلق عليها أعلاميا فتاة المعادي الخبر على الشاشة الخبر بيقول أنه تمت بحمد الله يعني إحالة أوراق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية إلى فضيلة المفتي والحكم 30 ديسمبر حقيقي الخبر ده بيحسس كل بنت وكل ستة مصرية أن حقها مش هيروح في ظل أمن وأمان الدولة المصرية وقضاءها العادل وشعبها الأصيل معينا دلوقتي مدخلة من المستشار وقل نجم سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام سلام عليكم يا سيادة المستشار عليكم السلام عليكم أهلا بحضرتك الحكم هو عنوان الحقيقة حضرتك كرجل قانون إزاي استقبلت حكم محكمة جنيات القاهرة في قضية فتاة المعادي حضرتك شايف أن هذا الحكم إن شاء الله يعني راضع وممكن يبقى نقوص خطر للمجتمع والأي شب أو أي مجرم يعني يحاول أنه هو يعمل حادثة مشابهة للي حصلت خليني أقول لحضرتك الأول أن أنا بمس عليك وعلى بنيفك وعلى مشاهدينك الكرام أهلا بيك عايز أقول لحضرتك أن الحكم ده يعتبر سريع جدا وهو الأسرع في السنوات اللي هي الأخيرة ديت أيوه الأضياء أولا أخذت حقها إعلاميا واتحولت إلى قضية رائعة خلينا أقول لحضرتك أن الإعلام يعتبر هو المفتاح السحري لجميع الأضايا الموجودة في مصر الإعلام له دور محوري في أنه ينفذ استراتيجية قومية بتاعت السكان إحنا كنا محتاجين نبقى فيه نظرة سريعة أكتر لكن الحكم ده يعتبر سريع جدا قضية شغلت الرأي العام الفترة اللي فاتت كان فيه مطالبات بإصدار حكم راضع ينصف الفتاة ويرضع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائط خلينا أقول لحضرتك أن طبعا هذا الحكم لن يعيد الحياة مرة أخرى لوالديها أو لأسرتها لأن الأزمة كانت كبيرة جدا لما راحت فيها هذه الفتاة القصص السريع الراضع في أحداث هذه القضية ممكن هو يكون اللي بيخفف عن الأسرة هو مش كافي بالنسبة لهم لأنهم خسروا ابنتهم إعدام الجنامش هيخفف حاجة بس هيخفف في الوطء الموجود أن يبقى فيه نوع من التجديد على أن العقوبات على أن الدولة إحنا في حالة صحيان جامد جدا الدولة فيه قوانين راضعة فيه أحكام منصفة لازم يبقى فيه حاجة بالشكل ده طب بشكل عام يا سيادة المتشار إزاي القانون يحمي المرأة من كل أشكال العنف بمعنى ستة لو تعرضت لأي شكل من أشكال العنف ممكن تعمل إيه؟ خلينا أقول لحضرتك أن أي حد سواء رجل أو مرأة أو ابن أو صغير أو كهل أو ما إلى ذلك من حق أنه عندما تعرض لأي نوع من الإزاء النفسي أو التنمر أو البدني أو ما إلى ذلك أنه يتوجه إلى أقرب قسم شرطة متواجد فيه ويبلغ طبعا الحاجات ديت أصبحت بتاخد وضع أكبر من أنه أنت مثلا يبقى فيه نوع حد يتعدى على فتاة في الشارع أنه طبعا المصريين عندهم نخوة بيبتدوا ياخدوا إجراءاتهم الموجودة إما أنهما بيوفوا بجانب الفتاة أو بجانب من يتم التنمر عليه كل شكرا حضرتك سيادة المستشار يعني ممكن يتوجهوا لأي مركز مثلا للشرطة أو يعني طبعا 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 خلي بالحضرتك إحنا عايزين نتكلم إن إحنا عندنا أي إجراء بيتم التعامل عليه فيه قوانين بترضع الكلام ده كله خلي بالحضرتك برضو إن اقتصادنا محتاج تحفيز إن إحنا نفعل قوانيننا اللي موجودة أي إجراء بيبقى كافي بس إحنا لما نجي نتكلم عن تفعيل القوانين إحنا عندنا القوانين موجودة عندنا سيل من التشريعات كثيرة جدا نحتاج إلى تفعيل القوانين أو نحتاج إلى تفعيل مثل هذه القوانين طبعا برضو لازم نقول إن إحنا مفيش خلاف إن إحنا مثلا حسن المقصد من وراء اللواحة التنظيمية دي إن لازم فيه إن إحنا متطولع إلى قوانين أكبر تحكم المنبر وتساعد على الخروج من عنق الزجاجة لكن قبل ما نقول الكلام ده لازم نفكر هل القوانين اللي موجودة دي بتكفي أو اللواحة الموجودة تكفي لمعالجة الموضوع كثير من القوانين دي صدرت لكن إحنا لازم يبقى فيه عندنا إن نقول إن القوانين واحدة لا تكفي لابد أن تصاحبها مؤسسات أخرى ضرورية زي اللي أنا عشرت إليها في بداية حديث مع حضرتك اللي هو الإعلام له دور كبير جدا لأن الإنسان من المخلوقات الاجتماعية اللي هو ما يقدرش إن يعيش لوحده بطريقة طبيعية العلاقات ما بين البشر قديمة جدا من قدم الزمان لما بيزيد الناس بيحتاجوا إلى تفعيل مبادئ وقوانين تحكمهم عشان نبتدي الحافظ على الشكل السليم الشكل المميز للي يقدر يحاول يسيطر على الآخر أو يستولى على أشياء الآخر دور الأعلام ودور تفعيل القانون أو وضع قوانين أكثر سرامة دي نقطة معينة ونقطة محددة حضرتك وصلت إليها وفعلا بننادي بيها وبندم صوتنا لصوت حضرتك كل الشكر لحضرتك المستشار والنجم سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للأعلام تحية شكر وإعزاز واحترام لقضاء مصر العادل الشامق الذي يقف دائما وينحيز نحو العدالة امبارح كان يوم 25 نوفمبر 25 نوفمبر ده يوم مش عادي اليوم ده هو يوم العالمي لمنهضة العنف ضد المرأة اليوم ده العالم كله اتفق عليه أنه هيبقى ده اليوم اللي هنرفع فيه جميعا أعتقد رجالا ونساء لأن كل حد مننا أكيد عنده أخته وأم وابنة هنرفع فيها وبنرفع فيها كل سنة شعار لا للعنف بنرفع شعار لا للعنف في وجه كل عنف في وجه كل معنف في وجه من لا يرحم ضعف المرأة ويستهين بإنسانيتها وآدميتها سواء إذا كان المعنف ده أب أخ ابن زميل رئيس في العمل أو حتى زميلة بنرفع هذا الشعار لا للعنف في اليوم العالمي للعنف أمام كل زوج نسي أو تناسى مفهوم المودة والرحمة والسكينة في علاقته نعى زوجته أي زوج حاول أنه يرفع في أي وقت في علاقته الزوجية مع أسرته رأية العنف وإهمال مبدأ العشرة بالمعروف عشرهن بالمعروف أي زوج تناسى وسيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا ومشي وراء فتاوى العنف والتهميش والتحقير من شأن المرأة يوم خمسة عشرين يناير من كل عام يوم خمسة عشرين نوفمبر من كل عام هو يوم بيتأكد فيه في كل نساء العالم بيؤكدوا للجميع مطالبهم المشروع لوقف أي انتهاكات سواء جسدية، لفظية، أي نوع من أنواع الانتهاكات، أي نوع من أنواع العنف ممكن يؤذيها، يهنها، ينتقس من حقها النهاردة كل نساء العالم بينادوا بصوت واحد لا للعنف ضد المرأة معينا دكتور أحمد علام مستشار الألاقات الأسرية ممكن نرحب بحضرتك يا دكتور أهلا بيك، مساء الجمال مساء الجمال يا فانت أهلا بحضرتك مساء الجمال على السادة المساعدين كلهم وعلى المواضيع بتحركة جميلة كلها للعسف يا دكتور الإحسائيات كلها بتقول أنه أغلب العنف الأسري بيكون موجه للمرأة سواء يعني زوجة طبعا ده الأغلبية العظمى والنصيب الأعظم يعني أو ابنة أو أخت حضرتك تحب تقول إيه لكل راجل بيعتبر العنف أسلوب أو طريقة في الحياة الزوجية ويرجع بقى يعتذر ويقول أصلي تعصب أصليها استفزتني أصلا أنا محستتش بنفسي تحب تقول لهم إيه هو حضرتك أولا طبعا حاولتي هو كل العنف أو كل الأشكال العنف موجهة ضد المرأة هو طبعا بتوجه تضع باعتبار الرجل هو الأكثر قوة من المرأة ده يعني خلية ربنا ما هو ربنا هو البدنية بالضبط هو بدنية أكثر ضد أكثر من المرأة دي حاجة الحاجة الثانية اللي احنا بنعاني منها في المجتمعات الشرقية عموما هي النظرة الزكورية في الأسرة للراجل إنه هو دايما اللي هو أخذ حقه أكثر من البن فبالتالي هو تنشئته أصلا إنه هو حقه أقوى وإنه هو يتأخر براحته وإنه هو لو غلط مش مشكلة هو راجل إنه هو يقولوله كمان أنت المسؤول عن أختك أنت يزعع لها يهنها إنما هي ما ينفعش يزعع له باعتبار إنه هو راجل فلما يكبر هذا الشاب الصغير أو هذا الطفل الصغير لما يكبر بيبتدي يمارس هذا العنط ضد بقى إيه من حاوله وأكثر حد بيبقى حاوله اللي هي الزوجة اللي بتيبقى معها في البيت طول الوقت يمكن بنته يشفق عليها شوية وأنه يمرد ضد عنط يمكن زميلكو واللاجاتو هاتب شابر يعمل معا حاجة إنما هيبقى بيمارس أكثر على الزوجة اللي في المنزل وده بيجي لنا من خلال الإحصائيات والأوقام آه ده الإحصائيات العالمية تخيل حضرتك في العالم كله مهما كانت درجة التحضر فأيا كان درجة عنف المجتمع فالجزء الأكبر منها موجه في الأسرة للمرأة شيء يعني حزين جدا المشكلة يا فندم إنه الأرقام تشير إن حالات العنف الأسري أو العنف المنزلي زادت في العالم كله بعد كورونا حضرتك يعني تعلق تقول إيه آه هو طبعا حاجة غريبة جدا إن إحنا طالبنا بكتير جدا كانت الرجل المرأة بيطالبه بتواجده مع بعض فترات أصول ولكن اللي حصل لما تواجده مع بعض فترات أصول في البيت زادت المشاكل الأسرية وزادت برضو فيه إحصائيات برضو وإن كانت يعني تيب أنا يا باسم فينا غير باسمي إن زيارة معدلات الصلاة أولا انتصل حتى إن إحنا نبقى اسمينا منفاصلين بس إحنا لسا ما اتطلقماش اللي هي وقفين على الكلمة أو على الحاجة الاسمية ولكن إحنا منفاصلين لما عادنا في البيت مع بعض فبالتالي قاعدت الرجل مع المرأة قدت إلى أنه هو ممكن يتخذ ضدها أشكال منها أشكال العنفة باعتبر أنه هو قاعد بقى ومل منها وبوزهق وهي عملت حاجات دايقته غير لما كان بيبقى خارج المنزل فالفتر تمقوصه في المنزل معاها فترات وليلة ما إحنا عايزين نصيحة بقى يا سيادة المستشار عايزين نصيحة للراجل لأن الكورونا واضح أنها مكملة معنا فترة يعني عايزين نصيحة للراجل ونصيحة للستة تتعامل إزاي لو هو بدأ يعني ينفعل ويخرج عن شعوره عشان الفترة الطويلة اللي بيقعدوها مع بعض هي نصيحة للراجل بسيطة جدا ما تتدخلش في أعمال المرأة في المنزل هو ده اللي عمل مشكلة جدا جدا إن أنا مش عاجبني اللي هي بتعمله في البيت يا ليه ما غسلتش للباق دلوقتي يا ليه ما حطتش الحاجة الكونانية دلوقتي فلا تتدخل في أعمال المرأة في المنزل وسيب البيت يمشي زي ما هو أنت كده هتبقى يعني هنقل جزء جزء من المشاكل ده بالنسبة للراجل بالنسبة للمرأة اللي بتواجه يعني عنف من زوجها أنا بطالبها بأن هي ما تسكتش على هذا العنف أولا هي توفر جو جميل وجو ملائم ومناخ صحي في البيت علشان الزوج ما يبقاش معه ما يبقاش عنه يعني تتجاهل يا دكتور ولا تطول بالها ولا تاخد حقها ولا تعمل إيه بالضبط لا أنا مش هقول تاخد حقها بإن هي تضرب وإن هي تعمل الكلام بكله إنما تلجأ على طول عندها حل من الاتنين تاخد موقف حازم لو سمحت ما تمتش يدك عليها ولو ما تجدك عليها أنا هتتاخد ضدك حاجة تبتني تلجأ أول حاجة نقول تلجأ لا الحاجة اللي يكون عنده سيصرة شوية على الرجل لو كان هو والده لو كان هو والدها لو كان هو حد من الأسرة حكيم تبتني تقوله إن أنا هقول إن أنت بتعمل كذا أو كذا هبتني إن أنا عمتنى عن بعض الأمور اللي أنا كنت بعملها لك بالصدر وراحب أنا بابتنى أمتنى عنها بعد كده الأسرة كمان يا دكتور يعني الأب بقى والأم اللي هم يبقوا جد وجدة الأولاد سواء من طرف الأب أو من طرف الأم أظن برضو ده دورهم وقتهم بقى أن هم يتدخلوا علشان ينصحوا في مثل هذه الأوقات ممكن يتدخلوا إزاي من غير ما يحصل حرج أو من غير ما يحصل زعل من الزوجة من أهل جزها أو من الزوج من أسرة زوجته يعني ممكن طريقة التدخل معلش بقى إحنا بنتقل على حضرتك ممكن تبقى إزاي لا هي طريقة التدخل بتبقى بالحسنة وبالموعظة اللي حاصلة إزاي ما إحنا منقول إن أنا عندي المعرضة مش هينفع إن أنا كلمة عن 30 ولا 40 ولا 50 سنة أروح داخل مثلا مع النفوة وأعمل ما أنا برضو أبقى أنا مارسة شكل من أشكالهم ولكن كل حاجة ممكن تتقال ولكن إيه طريقة اللي تتقال بها وإيه الموقف اللي بتقال بي وإيه الظروف اللي تتحط دي كلها أمور أكيد اللي عنده حكمة في الأسرة أيوة حال الوقت بقى يعني الحمى تبقى دورها إيجابي بقى دلوقتي عندنا الحموات مثقفات ما بقاش زي زمان والأفلام بقى عندنا حموات مثقفات بجد خايفين على الأسرة خايفين على البيت فليزم نفعل دورهم في الأوقات المحن الصعبة لأعتقد العالم ما تعردش لزيها قبل كده ده في الأسرة طف الشارع يا دكتور يعني بدأنا نشوف وحشية في التعامل مع المرأة بشكل معلش جديد على مجتمعنا بدأنا نشوف تنمر تحرش اختصاب وصل للأسل زي قضية المرحومة فتاة المعادي تعليق حضرتك إيه على المشهد ما بين ندقات بتغليز القانون وأصوات بتلوم المجني عليها وأصوات بتلوم المجتمع وبنات خايفة الوضع في غاية الالتباس الحقيقي تعليق حضرتك وحنا عندنا أمرين أمر السريع دلوقتي حالا أقدر أتخذه إن شاء الله من بكرة الصبح هو تغليزه للعقوبات على مثل هذه الأمور موارسة الأنف ضد المرأة أو شيء مرفوض جدا في المجتمع فأنا بس أعمل قانون راضع والعدالة اللي حنقول عليها الراضعة والنجازة في نفس الوقت اللي هي تبقى سريعة مش لازم أستنى لما تبقى حادثة خط أنا ممكن أعمل على أي شكل من أشكال الأنف أنا أقدر إن أنا أغلز العقوبة عليه فبالتالي في ناس أشيدها تخاف وترتجع دي حاجة الحاجة الثانية وفير بعض مش هيخاف خلاص هتطبق عليه القوانين أو هتطبق عليه العدالة مع الوقت البقائيين هشوفوه هيخاف ويبتدوا إنهم يبتعدوا عن ناس هذه الأمور الأغلبية الحاجة الثانية اللي إحنا نقولها إن إحنا نعلم الأرصال منذ الصغر دور الإعلام دور المؤسسات السعليمية دور العبادة دور العبادة بكل مكان يوعد يسمع بكل الطرق إن إحنا إن المرأة دي هي زي إن إحنا لازم نعملها باحترام كل ده ممكن كمان من خلال مشاهدة تمثيلية من خلال أفلام بتصور العلاقة الجميلة ما بين الرجل المرأة على فكرة وبس المجال لا يبتسع أنا كنت طبعا أتمنى أن أنا أكون حاضر مع حديث في الاستوديو ولكن الظروف يعني ما سمحتش المجال لا يبتسع إن أنا عايز أذكر أن أنا شفت أنا عن نفسي بعض الأسلام الأجنبية اللي بتتكلم عن هذه الأمور بيبتدي يجيب الطفل من وهو صغير يقول له مثلا اضرب الفسادي أو قولي رأيك الفسادي فيقول له فتا جميلة يقول له طب اضربها فهنا يشوف رد فعل وهيضربها ولا مش هيدربها طب لو هو ما ضرباش يقول طب أنت ما ضربتاش ليه فيبتدي يغرس فيه جواه ألوان لأن الراجل الراجل فما ينفعش يضرب سوفي حضوريك بقى كلمة أيوة وكرنا زمان كده على فكرة كان يعني الموروث الثقافي عندنا في فترات طويلة إن الرجول إن أنا ما مديش إيزي على وحدة ستة إن الرجول إن أنا ما أخدش حياء وحدة ستة ماشي في الشارع أو أوجه لها إثاءة أو نظرة طب الراجل بقى اللي بينتهج العنف ضد امرأة أو فتاة أو يعني أنثة تمر في الشارع بكلمة بنظرة ستة حرش ممكن يبقى بنظرة مش بس بكلمة حضرتك بتشوف ده راجل كامل ولا منتقف بعض الأخلاق لا طبعا ده أنا هضرب ده أنا هضرب مثل يعني ممكن ناس بقى تقولك إحنا أنا فقلت بالأديان السماء ده أنا هضرب مثل بحد اسمه أبو جاه في المثل في إيه أشد درجات الشرك بالله لما سألوه في الحاجة بتاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انت ليه وقبت الناس على الباب يستنوا لما يخرج علشان يقتلوه في الحادثة اللي هو بتاعة الهجرة فكان كان وقف على الباب يوقفين جمع من كل قبيلة رجل علشان يقف على الباب فما يتقلوه طب انت لسه نيته لما يخرج ليه ما دخلوه شينتوا جوا وقتلتوا لسيد محمد عليه الصلاة والسلام طبعا هم بيتكلموا من ناحية من زاوية بساعتهم شوف الكلمة اللي هو قالها قالوا تقول العرب هتك هتكنا بحرمة بيتي محمد يعني هو شايف اننا مجرد ان انا وراجل كافر بقول ان انا كده اهتك عارضه هدخوا البيت ما يصحش لنقوله احنا عندنا بقى المقارضة عادي جدا ما ديه بقى العادات يا دكتور يعني العادات اللي واخدينها من دنا ومن اخلاقنا ومن تقلدنا انه فعلا احترام المرأة والكلام ده لازم نرجع له تاني بنشكر حضرتك دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسرية كل الشكر لحضرتك الاسرة يا جماعة الاسرة اساس المجتمع لو استقرت الاسرة اكيد هيستقر المجتمع الاسرة هي اللي بتصدر العنف للمجتمع طفل معنف بيعنف زوجة او امرأة او بنت معنفة هتعنف في اي مجال هتبقى طبيبة معنفة هتبقى دادة في حضانة معنفة هتبقى ام معنفة ونرجع نشتكي ان العنف في الشارع والعنف حوالينا بشكل غير مسبوق نبص للعنف جوه الاسرة نبص للعنف مع اولادنا مع زوجتنا مع الطرف الضعيف اللي هو المرأة صدقوني هو ده اللي بيصدر العنف للمجتمع فاصل ونرجع